بأبهى حلة من الزينة والأنوار تحي صيد التاريخية شهر رمضان هنا في خان الفرنج القابع في المدينة منذ القرن السادس عشر يتألف الخان من طابقين بنيا وفق الطراز العثماني خصص الأول للتجارة أما الثاني فكان فندقا للنزلاء ليصنف في ذلك الوقت بين أهم المراكز التجارية ويتحول في وقتنا الحالي إلى أحد أبرز المعالم السياحية في البلاد نحن اليوم موجودين بالخان أحد أهم الأماكن الأثرية المبنية على طراز العثماني وهذا الخان هو معلم سياحي بامتياز بالمدينة وطالما البلدية اشتغلت على أنه تفعلوا بالتعاون أكيد مع مؤسس الحارية التنمية البشرية المستدامة وعند يكون في قلبه معارض دائمة موجودة وخاصة خلال فعاليات شهر رمضان المبارك هذا الخان التاريخي تحول في شهر رمضان إلى صرح ثقافي وتراثي يستقبل الزوار بعد الإفطار عبر احتضانه معرضا يتضمن أجنحة خاصة بمختلف أنواع الأشغال اليدوية المحفورة والمشكلة إضافة إلى مساحات خاصة بالمأكلات والحلويات المرتبطة بتراث المدينة خلال الشهر المبارك نحن جايين من بارات صيدات جايين كلمين الأجواء الرمضانية كلمين كل شيء قديم وتراثي كلمين هيك نرجع نعيش هيك ليلة يعني رغم أغضي الأزمة اقتصادية عميرو فيها البلد من دل بس نشوف هيك أجواء وهيك من المسجد أكيد الخان كتير مكان حلو وكتير مكان ما فينا نزوره كتير أكتر شيء برمضان نقدر نضوع على هيدا الشيء ويشهد الخان نشطات ترفيهية تستهدف الأطفال ويمتد داخل أروقته معرض للصوري حاكي تاريخ صيدة ويعرف بتراثها الرمضانية ترد الأوضاع الاقتصادية في البلاد لم يمنع الناس من الاستمتاع بأجواء شهر رمضان في صيدة التي غصت معالمها التاريخية بحراك رمضاني ليلي لا يهدأ صباح ياسين تيرت عربي صيدة جنوب لبنان